يفتتح رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام كرم جبر في الرابع عشر من الشهر الجاري فعالية الدورة التدريبية للإعلاميين الأفارقة من السودان الشقيق ويعد الدورة مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع للمجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية وذلك في بداية إطلاق أكبر برنامج لتدريب الإعلاميين الأفارقة والذي يتضمن عشر دورات تدريبية ويستمر لمدة عام كامل ترجمة نانسي قنقر